محضراتكم على الأخبار النهاردة طبعا زي ما قلتلكو إن الزمالك بيستقنف تدريباته كان النهاردة الجمعة طبعا عصر اليوم في ملعب عبل صيفة بورجيلا عشان مباراة بعد بكرة سوار فيني كان الزمالك خد راحة امبارح بعد مباراة مودرني فيوتشر كانت أول امبارح ففي النص كده كابتان معتام الجمال عارف يختار يوم حسب الجدول الموضوع إنه يختف يوم كده يفصل مع اللعبين شوية أجهزة عشان يجدد دوافعهم تاني ويقدروا يشتغلوا بنفسهم مفتوحة بعد مكسبين مهمين فالنهاردة بدأ الزمالك التدريبات بعد فترة الراحة ويستعد طبعا للجولة السبعة إن شاء الله الجولة السبعة دي كمان تكون يعني لا طبعا بعد فوز الزمالك في مباراة مودرني فيوتشر جولة السابعة إن شاء الله الجولة التانية في البطولة الكنفترية قدام السوار الغيني بعد بكرة تكون نقطة برضو مهمة عشان تتصدر المجموعة زي ما قلت لحضراتكم تكملة برضو للتدريبات كان فيه تدريبات تأهلية النهاردة في الجزء الأول من التمرين لأن طبيعي النهاردة بشكل التمرين عمل إزاي هقول لحضراتكم بعد يوم أجازة هتلاقي مجموعتين مجموعة لعبة مطش مثلا المودرن فيوتشر ووغد حملة عالي قوي في المطش فده بتبقى طبيعة الحال بتاخد تدريبات كده تأهلية في الأول وبيريحها مدخلهاش التأسيمة بشكل عام ياخده بس جرعة معينة بوقت معينة ومجموعة تانية بتبقى ما خدتش المباراة اللي فاتت أو لعبة فترة قليلة نصف ساعة مثلا تلت ساعة فده بتاخد بقى أحمال تانية مختلفة علشان يقدروا يوصلوا ل الليقة بدانية اللي هي تكون نفس المية ونفس الرتم مع اللعبين اللي يابده طبيعي وده اللي موجود في كل الفرق وده اللي حصل بالفعل النهاردة مجموعة اشتغلت خفيف شوية ومجموعة زود عليها الكابتن معتمد جمال وطبعا مع فترة الإطالات وفك العضلات اللي هي قبل الفقرة الفنية بعد طبعا الشغل البدني حرصا على يعني رفع معدلات اللي هي وقع البدنية بشكل عام والتدريبات دي كانت طبعا تحت إشراف كابتن محمد مجدي وكابتن معتمد جمال كمان كابتن معتمد جمال يعني قبل التمرين كده قعد مع اللعبين كده اجتماع صغير ويكلم معهم عن ماتش فيوتشر اللي فات وبدأ كلامه بأنه هو بيهني اللعيبة طبعا على الفوس في مباراة مدر فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري والالتزام بتعليمات الجهاز الفني وقال كمان كابتن معتمد الجميع هنا يتحمل المسئولية وثقتي في رجال الفريق لا حدودة لها وعلينا الآن التركيز في مباراة سوار الغيني تمام وكابتن معتمد جمال نها حديثه مع اللعبين على صعوبة مواجهة بطل غينية طبعا اللي هو بعد بكرة وشدد على سيقة وفقدرة لعيب الزمالك على تخطي المنافس في ظل ظهور جميع اللعبين بصورة جيدة في الفترة الأخيرة وانا هيعجبني تأكيده على فكرة ظهور الحالة جيدة اللعبين كلهم فترة اللي فاتت دي نقطة مهمة جدا ودع فكرة من أساسيات ومن أهم الأولويات اللي اشتغل عليها أي مدير فني ان يكون مخالي اللعبها كلها حتى اللي موجودين جهزين ويقدر تلعبهم في أي مركز وتقدر تلعبهم في أي مكان تعتمد عليهم فدي نقطة من النقاط المهمة جدا بكرة إن شاء الله الاجتماع الفني لمباراة السوار الغيني هيكون الأول الساعة واحدة ونص طبعا الساعة واحدة الظهر غدا السبت الاجتماع الفني لمباراة السوار الغيني والزمالك في طول تلك الفضرية عشان يتفق فيها الفرقين طبعا الزي اللي هيتلبس في المباراة وفي اللقاء وبعض الأمور اللي هي بتبقى ليها علاقة بالتنظيم والموعيد لأن الحاجات دي بتبقى ليها موعيد يعني بالشعرة زي ما بيقولوا دي بتبقى ليه علاقة بالطاقم التحكيم والنظام والمسؤولين عن تنظيم المباراة والله يحضر طبعا الاجتماع من زمالك كابتن أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلة مسؤول المهمات ممثل النادي الغيني أكيدا يحضره هم كمان الاجتماع بالإضافة لطاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الجنوب الأفريقي أبون جيل توم ده بالنسبة لاجتماع الفن كمان في بكرة مؤتمر صحفي لكابتن معتمد جبال بكرة المؤتمر ان شاء الله يكون الساعة تمانية ونص مساء غدا السبت بستاد السلام لكابتن معتمد جبال القائم بعمال المدير الفني النادي الزمالك طبعا ده معتاد قبل المباراة الأفريقية والفريق الأول هيتمرن الساعة أربعة ونص في النادي عادي جدا بكرة روح المعسكر بتاعه هيكون المؤتمر الساعة تمانية بالليل وهيكون كمان ساعة تمانية ونص هيكون فيه المؤتمر الصحفي بقى للمدرب أو مدير الفني لفريق سوار الغيني عشان يتكلم فيه برضو عن فرقة ودير أمور التنظيمية اللي أقول لحضراتكم عليها كمان خبر من الأخبار المهمة لأعضاء الجماعة عمية بنادي الزمالك أنه هو مجلس الزمالك يعلن البدء في إجراءات فصل العضويات بالنادي قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب البدء في إجراءات فصل العضويات بالنادي وأعلن نادي على الأوراق المطلوبة لفصل العضويات والتي سيتم تقديمها لإدارة الاشتراكات وتطلب فصل العضوية تقديم الأوراق التالية صورة البطاقة حديثة صورة المؤهل والأصل للإطلاع أصل الشهادة الميلاد صورة شخصية برينت تأميني حكومي أو خاص لمدة معينة صورة أسيمة الزواج سواء طبعا يعني عشان لما يكون فيه ابنه وبعد كده قيد فردي في حالة عدم الزواج ده اللي أعلن عنها إجراءات فصل العضوية طبعا مجلس الدورة نادي زمالك والأصل كابتن حسين لبيب لأن الخبر ده يمكن كانت شاغل ناس كثيرة جدا من أعضاء جميعهم فنقطة مهمة أنه بتحاول طبعا الملفات كندها تشتغل عليها واحدة واحدة الخبر اللي معاه كمان الأخير سلة الزمالك ممكن القرط السلة بنادي زمالك الأول بنادي زمالك فاز على فريق مسلمين أرمنت بنتيجة أربعة وستين أربعين في المباراة قيمت في صالة محمد حسن حلمي عندنا في نادي الزمالك في مباراة دور الستاشر لبطولة كأس مصر وكده تأهل فريق كرة السلة للربع النهائي لمواجهة الفائز ما بين لقاء مصر للتأمين وإستون كامبني وجاءت نتيجة الفترات كالآتي 21-9-38-18-54-32-64-40 كلها لمصلحة نادي الزمالك وتواجد في المباراة طبعا طرق السعيد رئيس جهاز قطاع كرة السلة بنادي زمالك لمؤذرة الفريق بالمباراة وكلنا عارفين أنه بيقود طبعا الفريق الأول لكرة السلة من زمالك الكابتن أحمد مرعي مدير فني والكابتن ياسر عبدالوهاب مدرب عام وكابتن ساميل جودة مدرب مساعد ودكتور إسلام جمع الطبيب ومحمد سعيد مخطط الأحمال ومصطفى محسن مدير إداري ورامل عيادي إداري كمان عندنا أن يد نادي الزمالك يتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس مصر بعد ما كسب نادي الجزيرة في دور الستاشر تلاتين تسعة وعشرين مبروك طبعا لسواء فريق كرة السلة وكرة اليد وحشنا تاني نرجع لملوك الصداة زي ما دايما بدقول وكل توفيق رب اللي فرقنا بشكل عام ومع الاستقرار واحدة واحدة بإذن الله ومع الهدوء إن شاء الله نادي زمالك يرجع لمكانته التي يستحقها